حدست على فكرة حصة العراق من المياه عايزة عرف حدريك كم يصل العراق حاليا من المياه وكم تقدر الاحتياجات وأيضا أين وصلت نسبة الجفاف حقيقة هذا موضوع طويل وقال لكن أقدر أختصر أنه سابقا كان كل مياه الدجلة والفرات تأتي للعراق بعد نهاي لحد سنة التسعينات من القرن الماضي بعد إنشاء المجموعة كبيرة من سدود الخزانات تغيرت المعادلة أصبح نهرين مسيطر عليها وكميليات المياه التي تريد هي كمية ما يطلق من سدود الخزانات التركية تناقصت الكمية كان على سبيل المثال في الفرات يأتي بحدود 28 مليار كمعدل سنوي تناقص تدريجيا إلى 15 مليار حاليا ونتوقع أن ينقص إلى 89 مليار